أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة تشهد مساعي مستمرة لمواصلة تنميتها نحو أثاق أرحم من التعاون المشترك على كافة الأصعدة في ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة وأشهد سموه بما تحقق لجمهورية مصر من تقدم على كافة المستويات في مختلف مسارات التنمية بقيادة فخامة رئيس الجمهورية جاء ذلك لدى لقاء سموه في قصر القضيبية اليوم معالي المستشار الدكتور حنفي علي الجبالي رئيس مجلس النواب بجمهورية مصر العربية الشقيقة بمناسبة زيارته للبلاد بحضور سموه الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ومعالي سيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب وسعادة السيد غانم بن فضل البعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب حيث رحب سموه برئيس مجلس النواب المصري والوفد المرافق في مملكة البحرين معربا عن تمنياته بأن تحقق الزيارة الأهداف المرجوة منها بما يعود على العلاقات البرلمانية بين البلدين الشقيقين بتعزيزها ويرفد مختلف أوجه التعاون والتنسيق القائم بين البلدين والشعبين الشقيقين ويسهم في تحقيق المصالح المشتركة وفق الأهداف المنشودة وخلال اللقاء جرى استعراض آخر المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك من جانبه أعرب معالي رئيس مجلس النواب بجمهورية مصر العربية الشقيقة عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس النواب على ما يبديه سموه من حرص واهتمام بتطوير بختلف مسارات العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية في شتى المجالات معربا عن تمنياته لمملكة البحرين بدوام النماء والازدهار ترجمة نانسي قنقر